وخلال كلمته في احتفالية ليلة القدر وجه الرئيس السيسي التهنئة لشعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بحلول تلك الليلة المباركة كما شدد الرئيس السيسي على أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم مع نصري مواجهة الفكر المتطرف والهدام هذا ودع الرئيس السيسي جموع المواطنين إلى مواصلة بناء الوطن بالتعاون والترحم والتكاتف اشتركوا في القناة